اهلا بكم معايا في كايرو دار ولسه مع الباب الاول اللي كنا يمكن وصلنا في اخر حاجة فيه انه علم النفس وصف بصفة العلمية لانه يحتوي على الشروط الخامسة للعلم اللي كانت يمكن اول واحدة فيهم ان تكون هناك ظاهرة قابلة للمراحضة والقياس واخر شرط من الشروط ان يكون هناك منهج موضوعي لدراسة هذه الظاهرة اذا احنا اتفقنا انه عشان العلم ياخد مشروعيته كعلم لابد من وجود منهج علمي او ادايا علمية تستخدم لدراسة هذه الظاهرة حتى نخرج بنتائج دقيقة يا ترى ايه هو المنهج العلمي وهي علاقة المنهج العلمي بالرجل بتاع البطاطة في الشارع مثلا وهل المنهج العلمي للعلماء فقط ام ان الرجل العادي من الممكن ان يستخدم المنهج العلمي تعال نشوف مع بعض يمكن زي ما هو ظاهر على الشاشة قدام حضراتكم بيقول ان المنهج العلمي هو مجموعة القواعد اي الخطوات المقننة المنظمة المتفق عليها الموضوعية التي يستخدمها الباحث لفحص الظاهرة للخروج حول هذه الظاهرة باستنتاجات بتكون النتاج دي هي هي في كل مرة طالما استخدمت بيها هذه الخطوات يعني ايه الكلام دا اولا نقف حتة حتة الآن المنهج هو شوية قواعد وخطوات مقننة يعني ايه مقننة مقننة يعني متجربة سبب صحة الخطوات دي قبل كده موضوعية يعني بعيدة عن التحيز الشخصي والمشاعر الشخصي يدرس الظاهرة زي ما هي مش زي ما انا حابب انها تبقى تكون متفق عليها يعني كل العلماء بيقولوا ان دي خطوات ما انا جعل تعال خلينا نقف شوي على كلمة مقننة مقننة يعني سبب صحتها بالتجارب فأي حد يستخدم نفس الخطوات دي حيوصل لنفس النتيجة دي في كل مرة استخدم فيها هذه الخطوات معما تغير شخص الباحث او مكان الباحث يعني ايه يعني نفترض مثلا ان مستر شريب بيستخدم خطوات اثناء دراسته للطلبة في مادة علم النفس الخطوات دول سبع في كل مرة بيستخدم الخطوات زي مثلا عرض ملزمة قوية ابدأ بجزء بسيط في الاول بعدين نعلي نسبة الجزء ده اكتر فاكتر نقوم الامتحان كل اسبوع امتحان كل شهر جواز تشجيعية امتحان بروفا بتاع اخر السنة لغاية نعمل حاجة اسمها ليلة الامتحان فنوصل في الاخر للخمسين من الخمسين طب يا ترى بقى الخطوات دي مقننة اه طبعا متجربة كل سنة بنستخدمها بنوصل لنفس النتيجة وهي الدرجة النهاية طب يا ترى لو حد تاني غير مستر شريب استخدم الخطوات دي ولا هي خاصة مستر شريب بس اكيد لا هذه الخطوات اي حد هيستخدمها هيوصل لنفس النتيجة طالما استخدم نفس الخطوات يعني شيل مستر شريب وحط السين او صاد من المدرسين شيل علم النفس حط الفيزياء حط الرياضة حط التاريخ برضو هنوصل لدرجة النهاية لان المنهج العلمي ملوش دعوة بالاشخاص ولا بالامكان طب يا علاقة الكلام ده بالراجل بتاع البطاطا تصدق بقى ان الراجل بتاع البطاطا ممكن يستخدم منهج علمي ببيع البطاطا اولا يعني ايه مثلا ابي حط عربيت البطاطا مثلا على زاوية شارع ما ينفعش في شارع جانيب عشان الناس مش هتشوف بيبدأ يحرق بعض البطاطات الصغيرة كده يشويها عشان تطلع ريحة في ساعة الزهر واتنينة ده خروج الطلبة من المدارس والموظفين على كل بطاطاة بيبيعها بيبيع بطاطا هداي ويبيعها كده على ورقة مكتوبة بالمائي عم إبراهيم بتاع البطاطا مع ابتسامة لطيفة لكل واحد بيبيعها متهيقلي اي حد هيبيع بطاطا بيعمل نفس الخطوات هيبيع كتير ما هو ده منهج علم مالوش دعوة ولا بالأشخاص ولا بالأمكان تعالوا نشوف المنهج العلمي الحقيقة عندنا مجموعة من المنهج العلمي الخطيرة جدا نحب نعرض لكم منها النهاردة منهج الحقيقة مش اي حد من الباحثين العلميين يقدر يستخدمه وهو منهج الاستبطع ما هو منهج الاستبطع الحقيقة بيقول أن مانج الاستبطع هو أن يتأمل الشخص تفكيره الذاتي أثناء مواجهة موقف معين مش فهم يعني انت كنت حاسة بايه لما كنت قصاد ورقة امتحان العربي السنة اللي فاتت أخر السنة كنت حاسة بايه بالخوف طبع طب ما هو ده استبطع كنت حاسس ايه لما قابلت واحد بتحبه جدا بقالك كتير ما شفتوش وفجأة لقيته قدام بالسعادة الغامر ما هو ده استبطع الاستبطع من يتأمل الشخص تفكيره الذاتي أثناء مواجهة موقف معين كنت حاسس بايه أثناء مواجهة الموقف ده بالسعادة بالحزن بالخوف بالغضب بالدهشة كل ده اسمه استبطع يمكن أول حد استخدم منهج الاستبطع كان بولد سنة 1879 لكن الحقيقة لقينا مشكلة خطيرة في هذا المنهج يا ترى ايه أن المنهج ده منهج متحيز بصحب يعني ايه مش فاهم يعني كده لأنه افترض زميلتك في الفصل الدراسي هي اللي كسبت الجايزة النهاردة دبدوب من المدرس بتاعها اللي طلعها الاولى على الفصل لأنها كانت أشطر واحدة في المجموعة زميلتك تقولي ايه رأيك في الدبدوب النهاردة فتردلي وتقولي لا اه حل جميل الدبدوب بس نسيت اقول لكم حاجة مهمة قابلة لما المدرس بتاعك سألك كنت حاسة بايه وزميلتك بتاخد الجايزة وطلع الاولى على المجموعة النهاردة فتردلي وتقولي طبعا كنت فرحانة جدا دي حاببتي يا ترى انت كنت فرحانة بجد يا ترى الاستبطان اللي انت عمل ديه ده كان حقيقة وصح ولا كان حاجة تانية خدنا الكاميرا ومشينا ورا البنتين تمشيين في الشارع من غير ما ياخدوا بانا منهم ما خدوش بانا منهم خالب الحقيقة البنتين الاولى بتقولي التانية ايه رأيك في الدبدوب اللي انا اخدته فالتانية تقول برافو برافو كان دبدوب حلووي جميل حقيقة شوية بتقولي لق بس الفروة بتاعته حلوة اوي بجد ايه رأيك تقومي التانية تقول لها بقلك ايه دبدوب ايه اللي انت فرحانة بيه دبدوب ايه يا ماما ده نقدر ايجيبهولك بخمسة جنيه على رصيف دبدوب ايه يا ماما دبدوب انتي اللي فرحانة بالدبدوب قال له انتي بقى ما كنتش فرحانة لزميلتي ده الاستبطان اللي انتي عملتيه كان استبطان خاط ده انتي كنت منفسنا ومتضايقة منها وبتكرهيها بقى ما كنتش فرحانة ليه لذا قلنا الاستبطان دايما ما بيكونش اذا ما اغز بهذه الوضعية هو غير دقيق المهم علماء النفس قال لك لا ما ينفعش المنهج اذاتي ومتحيز وبعيد عن الموضوعية كده فبدأوا يعملوا منهج الاستبطان تطويرا عمل يا ترى ايه؟ بدلا من ان يستبطن الشخص خبراته الشعورية او الزاتية ويدحك علي بمشاعر هي مش موجودة جواه؟ لا بدأت على الشخص ده تطرح عليه مجموعة من الاسئلة الاسئلة دي الحقيقة شكلين او نوعين اسئلة محددة اللي هي الاجابة بتاعتها بنعم او لا او الى حد ما زي اسئلة المجلات كده في بعض الصفات الشخصية ما يسألك عليها فبعمل لك عشر عشرين جملة حوالين موقف حول تسلم زميلتك الجائزة بماذا كنت تشعري عشر خمستاشر موقف كده كل موقف منهم الاجابة فيها نعم يلايا الى حد ما وكل واحدة طبعا لها درجة نعم مثلا تاخد تلات درجات لا تاخد درجة واحدة الى حد ما تاخد درجتين ولكي اجابة واحدة في كل جملة من العشر وبجمع الدرجات بعد كده وبطلع بقى درجة معينة عند درجة معينة انت فعلا كنت فرحانة لزميلتي عند درجة تانية كنت نص نص عندي درجة تالتة لما كنتش بقى بجد فرحان الله خالص فبدلا من ان يستبطن الشخص خبراته الذاتية تطرح عليه مجموعة من الاسئلة اسئلة محددة خد بالك بقى من اللي جاي ده محددة وتفصيل المحددة شفنا ايه بتفصيل ايه اسئلة المفتوح كنتي حاسة بايه وزميلتيك بتاخد الجائزة النهاردة تبدأ بقى تكتبي من غير تهزيب او ترتيب كل احسيسك على الورق ومعما حاولت على فكرة عشان بعض الناس قدامي هو يقول لي بس ما هيمكن تضحك علينا برضو اقولك لا معما حاولت اكيد ما بينه السطور حيبان حقيقة مشاعر البنت تجاه زميلتي وبكده عن طريق حاجة اسمها التقارير المتشبهة او الخصائص المشتركة ما بين اجابات الاسئلة دي واجابات الاسئلة دي ودي الحقيقة هتمثل حقيقة مشاعرك في النهاية انت بفعلا كنت فرحانة لزميلتيك بجد ولا ما كنتيش فرحانة الحقيقة ده نوع من المناهج وزي ما قلت في البداية مش اي حد يعرف يستخدم المناهج ده إلا اذا كان يعني متخصص قوي في علم الناس لكن العلماء برضو بيقولوا رغم ان المناهج ده شكله لطيف لكن مش دقيق وصعب لذا طلع منهجين اقوية تانين منهج التجريبي والمنهج شبه التجريبي ومناسبة المناهج التجريبي بيقولوا ان المناهج التجريبي هو ادق المناهج العلمي على الاطلاق يترى ايه هو المنهج التجريبي وهل يترى المنهج التجريبي ينفع في كل المواضيع ولا في موضوعات ما ينفعش معاها المنهج التجريبي لو عاوز تعرف الكلام ده بالضبط تعال معنا في الجزئية القادمة وشكرا لحضراتكم